هذا وتعزز الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى من إبراز دور مملكة البحرين الريادي ومكانتها الحضارية والإنسانية على امتداد تاريخها العريق كمنارة للتعايش وممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية ونشر السلام بين مختلف الأديان فأوجدت المملكة بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى أيده الله منظومة مؤسسية دولية تحمل رسالة إنسانية نبيلة لكافة شعوب دول العالم اقتدين بالآباء والأجداد في نشر روح التعايش والمحبة والتسامح بين جميع أبناء هذه الأرض عرفت مملكة البحرين عبر تاريخها العريق بأنها أرض للسلام والتعايش ومنارة للحريات الدينية فدونت المملكة بأحرف من نور مساعيها الخير في إحلال السلام والتعايش بين ربوع العالم بأسره هذه الملامح التي سطرها ووثقها نهج جلالة الملك المفدى السديد وإيمانه الراسخ بأهمية التسامح والتعايش بين مختلف الأديان عبر منظومة مؤسسية دولية تحمل رسالة إنسانية لكافة شعوب العالم ينبغي علينا جميعا أن نحرص في هذا الوطن العزيز على وحدة الكلمة ورص الصفوف والتكاتف والتآخي والمحبة والانسجام والمحافظة على الأصول الدينية والثوابت الوطنية والتلاحم الصادق بين أبناء شعبنا الوفي المساعي الحثيثة لجلالة الملك المفدى السعية إلى تعزيز الحوار بين الأديان تمخض عنها العديد من مبادرات جلالته الداعيمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم ويأتي في مقدمتها دستور مملكة البحرين الذي كفل الحريات العقائدية كما استضافت أرض المملكة العديد من مؤتمرات الحوار بين الأديان ناهيك عن احتضان البحرين لمركز عالمي للتعايش السلمي ألا وهو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتتشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي نشر ثقافة التسامح والحوار والذي يعتبر ركيزة أساسية للمجتمعات لمحاربة كل أنواع العنف في جميع بقاع العالم كما يأتي تتشين إعلان مملكة البحرين في نشر الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى في ترسيخ قيم التعايش السلمي وإيصالها إلى العالمية انطلاقا من مملكة البحرين أرض السلام إننا ندعو جميع ابناء شعبنا من أصحاب الرأي والعلماء والمثقفين والصحفيين والكتاب والإعلاميين والسياسيين وخطباء المنابر ندعوهم جميعا إلى ضرورة اعتماد خطاب وسطي توحيدي معتدل والتركيز على فضائل التسامح وقيم الأخاء وقرص مفاهيم المحبة والتراحم في النفوس وتعميق اللحمة الوطنية حكمة عاهل البلاد المفدى السديدة ورؤيته الثاقبة غدت نبراسا لنهج رائد ومتطور في إحلال السلام ودعم الاستقرار ونشر التفاهم والتعايش العالمي انطلاقا من إيمان جلالة الملك المفدى بأهمية التسامح في حياة الشعوب كوسيلة أساسية لتحقيق السلام ولبقاء الإنسانية واستمرار تحضرها حيث رسخ جلالته نهج التسامح كسلوك حضاري وممارسة متأصلة في المجتمع البحريني وهو ما تمثل بالتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة وفي التوافق والانسجام بين الثقافات المتعددة وعبر مبادئ دستورية ثابتة وقوانين ملزمة تنبذ كافة أشكال الكراهية والعنف والتمييز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر